اهلا بكم كل متابعين ومشاهدين برنامج بنحلم نعيش ومشاهدين قناة الصحة والجمال وحشتون زي ما انتم متعودين مني ان انا كل حلقة بتكلم في حاجة جديدة هي مش جديدة على الناس ولا جديدة على المجتمع لكن جديدة ان احنا نتكلم فيها وهي محور اساسي في كل بيت النهاردة موضوع الحلقة الميراس طبعا الكلمة دي تخد بان كل بيت فيه مشاكل بسبب كلمة الميراس كل بيت فيه تساؤلات كتير جدا وفيه مشاكل كتير جدا بسبب الميراس طيب احنا ايه المشاكل اللي احنا دايما بنسمعها على السوشال ميديا والتلفزيون والاخبار والمجتمع ومن جناننا ومن اصحابنا ومن كل الناس اللي حوالينا ده فلان الجماعة اللي هم الفلاحين والسعايدة الجماعة دول ما بيورسوش بنات أرض احنا بنسمع كده كتير طب هو شرع ربنا فيه ولاد وبنات ما يورسوش ولا شرع ربنا فيه الولد يارس والبنت تارس وكل واحد فيهم بمقدار وكل واحد فيهم في كتاب لا محدد هو يورس قد ايه؟ ربنا ما سابش حاجة في كتابه العظيم إلا وقالها وانا يبتدي النهاردة الحلقة بآية كرآنية بتثبت كلامي اللي انا بقوله ده من سورة النساء يريد مخرجنا يجيب لنا الآية على الآية المخرج الجميل يجيب لنا الآية يستفتونك كل الله يفتيكم في الكلام إن إمرأ هلك ليس له ولدا وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرسها إن لم يكن لها ولد فإن كانت إسنتين فلهم الثلثات مما ترك وإن كانوا إخوة رجال ونساء فلذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن أن تضلوا والله بكل شيء عليهم يعني الكلام هنا كان واضح وصريح في سورة النساء مبين الراجل ومبين الست والولد يارس قد إيه والبنت ترس قد إيه مقالة شيخوطحة أقول إن البناتناговر مفيش حاجة اسمها الكلام ده مفيش حاجة اسمها إن البنت لا تارس إن البنت تجوزت راجل غريب لأ شرع ربنا واحد ومحدد ومكتوب ومعروف إحنا البنت بتورس قد إيه والولد بيورس قد إيه والجد والجد بيورس إيه ولولد مات فحياة أبوه هل ولاده بيورسه ولا لأ بيورسه بس بيورسه إزاي طب الولد انتوا هتقولولي ان الابن مات قبل ابوه وابوه عايش ازاي يورسه ازاي اولاده يورسه لو عنده اولاد بنات اولاد لازم يورسوا ابوهم بيورسوا ابوهم بوصية وصية فريضة يعني وصية موجبة وصية موجبة حتى لو الاب موساش بالمراس لابنه هو بيرس فيه بوصية موجبة لا تتعدى ثلث المراس الوصية عمتا لا تتعدى ثلث المراس عندنا اية تانية صورة المائدة ياريت نجيبها على الشاشة صورة المائدة يا ايها الذين امنوا شهادة من بينكم ان حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان زو عدلة منكم لشان نكمل الاية كلها زي ما انتوا شايفين ولكن اثنان اثنان زو عدلة منكم لازم يكون فيه اثنين شاهدين او شاهدون على الوصية ما ينفعش الاب يكتب الوصية بدون اثنين شهود وبرضو نرجع تاني نقول ان الاثنين الشهود لازم يكونوا في الوصية ده رقم واحد رقم اثنين ان الوصية لا تورس اكتر من الثلث لو تورست اكتر من الثلث فهي باطل لو تورست اكتر من الثلث لو الاب كتب اكتر من الثلث لابناؤه فهي باطل الوصية باطل لو زادت عن ثلث المراس طيب الوصية لازم يكون لها اثنين شهود موجودين شاهدين على الوصية ومضيين كمان عليها ان دي وصية موصة بها امام اثنين شهود ان الشخص ده بيارس اقل من الثلث اما لو كان مراسه اكتر من الثلث فعلى الاخوة ان يتعانوا في المراس وعلى الوصية وبطلان الوصية ده بالنسبة للوصية وبالنسبة للشخص حاجات كتير بقى يعني انا مش عايزة اتكلم لاني موضوع المراس موضوع كبير جدا لكن احنا لو هنتكلم في بعض الحاجات اللي احنا ممكن نكون ما عندناش دراية بيها شوية او ما عندناش علم بيها شوية مادة واحد مثلا بتقول يستحق القرس بموت الموررس او باعتباره ميتا بحكم القاضي لو القاضي حكم عليه انه هو توفى خلاص او انه هو بالفعل تأكدنا من انه هو مات هنا تقول الارث للورصة هنا يستحق المراس مادة اتنين يجب الاستحقاق لارث تحقق حياة الوارث وقت الموت للموررس او وقت الحكم باعتباره ميتا طيب معنا اتصال استاذ عبدالعزيز اهلا وسهلا بحضرتك كيفان ازاي حضرتك يا فندم عاملة ايه اهلا وسهلا الحمد لله تمام اهلا بيك مع حضرتك عبعدين شنين بس ما عرفش اسمها حضرتك ايه اهلا وسهلا بيك يا فندم اتفضل ايه وسهلا يا فندم لو وسهلا بيتتكلم علي المراس موضوع الحلقة عن المراس شكرا شكرا أستاذ عبد العزيز هنرجع لموضوعنا تاني إحنا موضوع الحلقة عن المراس طيب إحنا قلنا الاستحقاق أو الإرس تحقق حياة الوارس وقت موت المورس أو وقت الحكم باعتباره ميتا مفيش حاجة اسمها إن شخص يورس ومعندهوش أولاد وهو مش عارفينه إذا كان هو هل هو مفقود هل هو ميت هل هو موجود أو لا هنا لابد من وجوده حيا وقت وقت موت المورس حتى يقول له الإرس إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أو فلان استحقق أحدهما في تركة الآخر سواء كان موتهما في حادث واحد أم لا دي مادة ثلاث من الموعد برضو اللي هي إحنا لسا جايبين سيرة المفقود المفقود مادة 45 بتقولك هنا إيه يوقف للمفقود من تركة مورسة نصيبه فيها فإن ظهر حيا أخذها وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورسة وقت موت مورسه فإن ظهر حيا بعد الحكم بموتي أخذ ما بقي من نصيبه بعيد الورسة دي مادة 45 برضو من المواد المهمة جدا لها للمفقود والناس اللي عايزة تعرف المفقود بيرس أو لا يرس الشخص ده لا يرس لحين وجوده بس فيه ورس بيكون يرسه الشخص الآخر من إخواته أو الورسة اللي موجودين يستحقه المراس وبعد كده إذا رجع تاني المفقود بيرجعه ياخد ما تبقى من إرس المتبقى من الإرس لأنه هو خلاص كان مفقود سواء رجع بعد سنة 2 عشرة بياخد مراسه ويستحق مراسه طيب مادة 41 بتقول إذا أقر الميت بالنسب على غيري استحق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبه من الغير ولم يرجع المقر عن إكراره ويشترط في هذه الحالة أن يكون المقر له حيا وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتا وإلا يقوم وإلا يقوم به مانع من موانع الإرس يعني هنا المادة دي بتقول إن النهاردة لو في شخص ميت أقر الميت قبل وفاته بالنسب لفلان قال فلان قال فلان ده ابني نحن معنات تصاب سالو سالخير يا فندم مساء النور يا فندم أهلا بحضرتك حضرتك لو جدي مثلا توفى وساب لولدي تلتصروته وعاوزه يرس برضو يعني زيادة لا تجوز الوسية يا فندم قانونا أنا لسه أيلة المادة دلوقتي وصورة المائدة ارجع لصورة المائدة بتقول الوصية لا تتعدى السلس ولازم يكون فيه شهود فلا تتعدى السلس بس هو بحضرتك الوصية دلوقتي إن هو وصى بالتلت إن هو ياخد التلت ليستحق التلت ولكن لو أكثر من السل أكثر من السلس بترجع إخواته عليه إخواته بيرجعوا عليه ببطلان الوصية شكرا يا فندم شكرا يا فندم طيب هنرجع تاني ونقول احنا كلمنا عن حتة المفقود هنرجع لها تاني بيقولك هنا لو الميت نسب على غيره جي قال إن فلان ده ابني ابنك منين؟ لا ابني وأقر بالفعل إنه هو ابنه وبالفعل الولد أو البنت مجهول النسب ما اندهوش لا ينسب لشخص آخر فهنا تصح إقرار النسب ويورس الشخص الذي أقر له المتوفي أو الميت قبل وفاته من لا يكون مجهول النسب فيصبح الآن له مراس في الميت الذي أقر بنسبه طيب في هذه الحالة أن يكون المقر له حيا وقت موت المقر يعني ما ينفعش إن أنا أقول فلان ده ابني وينسب لي طيب ماشي ابنك طيب بعد ابنك طيب ابنك ده متوفي أو مش موجود أو مفقود لا يارس لكن هو لو أنت أقريت إن الشخص ده موجود بالفعل هنا من شروط إنه هو ينسب شخص مجهول النسب ليه ويارس فيه شرط أساسي إنه لازم الشخص يكون موجود على قيد الحياة طيب نرجع تاني نتكلم بقى اتكلمنا من الناحية القانونية واتكلمنا من الناحية الدينية وقلنا الورث الميراس الميراس كلمة دايما مع كل الناس الناس بتتخض منها قوي والناس بتقولك إيه ده فيها مشاكل كتير جدا رغم إن كل حاجة في المراس موجودة في كتاب الله كل حاجة موجودة مفيش حاجة مش موجودة مفيش حاجة مش مكتوبة مفيش آية مش شرحة كل شخص فينا الجد، الأم، الجدة، الولد، البنت، ابن الأخ، ابن الأخت، بنت الأخ، بنت الأخت، القريب، الزوجة، اللي في شهور العدة، اللي في غير شهور العدة، كل ده ربنا عز وجل كاتبها كده في آياته الكريمة، كل شخص بيارس إيه ومقدار المراس بتاعه كامل، فالنهار ده لما نيجي نقول بعد الآيات ما هي واضحة وصريحة وموجودة قدامنا، نرجع ونقول، لأ ده فيه مشاكل ما بيننا، يبقى احنا ما بنرجعش لكتاب الله، ما بنرجعش لكتاب الله، هو سنتي، النهار ده كل حاجة مكتوبة في كتاب ربنا، فليه بيحصل مشاكل؟ ايه عنصر المشكلة؟ إنه يكون عندنا أرض موجودة عند الفلاحين أو الصعيدة يقولك البنت اللي هتورس أرض ما ينفعش نجيب راجل غريب عندنا، ما ينفعش تاخد أرض هنديها فلوس وفجأة سمعنا حلات كتير جدا بتقولك يدوا البنت لو الفدان بمليون جنيه يدوها نص مليون يدوها متين ألف يرادوها، احنا بنراضيها هل في شرع الله حاجة اسمها احنا بنراضيها؟ في حاجة اسمها أنا براضي البنت، في حاجة اسمها حقها كام؟ هي بتاخد كام؟ هي المراس في القرآن موجود كام؟ ربنا كتب لها مراس كام؟ ما فيش حاجة اسمها أنا براضيها فأختك تستحق ما كتب الله لها من مراس علشان ما تحطوش نفسكوا في حتة تانية عايزة أفكركم بيها لو أنتوا نسينها هي حتة إنسلة الرحم أنتوا إخوات دم بيجري علاقة الأخوية وعلاقة الأب بأولاده ما أعتقدش إن في حاجة في الدنيا ممكن تعوضها لا فلوس ولا أرض ولا مال ولا أي حاجة في الدنيا تعوض علاقة الأب بأبنائه أو علاقة الإخوة ببعض كلمة إخوة كلمة كبيرة جدا في أي مشكلة بتحصل لك في حياتك بتقول ياريتني كنت عندي أخ لو أنت مفيش عندك أخ ياريتني كان عندي أب أو أم لو أبوك وأمك متوفين فاللي بيحس الكلام اللي أنا بقوله ده الشخص اللي فقد الأم والأب الشخص اللي فقد الإخوات وما عندوش لو جابوا له مئة مراس ومئة أرض ومليون ألاف من الجنيهات ملايين الجنيهات هيقول لك لأ ادوني أخ أو ادوني أم أو أب معنا اتصال مادام هيبة أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك رسولة الشرهان أنا متابعة حضرتك أهلا بيك حبيبتي نورتيني ربنا يخليك ربنا يخليك أنا متابعتي جدا متابعة حضرتك على الفيح على رأس يا فندم الحلقة اللي فاتت كانت عن قانون الإيجار القديم وأنا كنت ضد القانون تماما أنه هو قانون ظالم وما فيش مساوامة بين الطرفين إنكوزينا إنكوزينا إحنا مراسنا لغاية دلوقتي مش عارفين ناخده ومراسنا لدكتورة زيران مش عارفين ناخده ما هو برضو أنا اتكلمت في الحتة دي في حلقة القانون القديم اتكلمت فيها وقلت مادام هيبة للأسف أنتو عندكو ممكن يكون الوالد سايب لكو مراس كتير جدا لكن في الوضع مفيش مراس في كتير جدا على أرض الواقع لكن تيجي على الحقيقة أنت بتنالي إيه أو إيه العائد عليكي كل شهر مفيش حاجة مفيش أي حاجة فهل ده بالنسبة للقانون وبالنسبة لدينا وبالنسبة لحياتنا هل ده عدل أعتقد أنه هو لازم يكون فيه رجوع على القانون القديم ولازم يتفتح الملف تاني وهتكلم فيه أكتر من مرة يا مادام هيبة إن شاء الله تاني لا إن شاء الله لا هتكلم فيه في سلسلة حلقات تانية إن شاء الله على قد ما نقدر لإني أنا شايف أنه هو قانون غير عادل بالمرة ولازم المساوامة بين الترافين بشكرك كتير نرجع تاني اللي كلامنا ونقول طيب علاقة الأب وولاده وعلاقة الأخ وأخواته ننهيها بأنه نحن العلاقة دي لا تنتهي ولا تقدر بثمن اوعى تخسر أخوك أو أختك عشان خاطر فلوس لو أبوك زعلان من أخوك وجي قالك هكتب لك المراس أنت لوحدك قوله لأ هعمل بي إيه؟ أخسر أخوي عشان خاطر الفلوس؟ أخسر أختي عشان خاطر الفلوس؟ بلاش كلنا بلاش أرجوكم الحتة دي خط أحمر لا تتعدوا على حقوق الغير بلاش نتعد على حقوق بعض زي ما ركلمت على قانون الإيجار القديم وقلت لا تستحق مال الغير هنا شخص بيستحق مال شخص آخر مش من حقك تاخد مكان وتسكن فيه ستين سنة وتفضل عايش وتمتع به وصاحبه مش لقي مكان مش لقي عائد يجيله شهري فهذا قانون غير عادل وبرضه من المراس فين مراس؟ ناس ورسة حاجات كتير جدا ومش قادرين ياخدوها ده برضه من ضمن المراس أستاذ سيد أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ عكاشة بنعتزل أهلا وسهلا بحضرتك فانت أهلا بيك أهلا وسهلا أهلا بيك حاج عكاشة فانت أهلا وسهلا بحضرتك اسمعني من الموبايل بلاش التلفزيون أه نعم اتفضل فانت ساحة الأرض الموجودة على الواقع الورق أكثر منها هم أعزين على حسب الورق حسبينها على حسب الورق تم ترجعوا للواقع وأنت تورسوا ورق ولا تورسوا واقع طيب ما مش رديهم ما ما فيش حاجة اسمها كده هل أنتو يوم ما هترجع حتى لو أنتو معلشي لو حتى قسمتوها أه ولاد وبنات على الورق هترجع في النهاية على الواقع هي هي التأسيم على الورق هيدي للذكر مثل حظ الأنسة مرتين يعني هو بيورس قد الست مرتين أو البنت مرتين للذكر مرتين على الأنسة فما أعتقدش أنها يبقى فيها مشكلة لما يحصل القسمة ما بينكم على أرض الواقع أو الورق الاتنين واحد بس طبعا أنتو ترجعوا للواقع هو ده تتجمعوا كلكم وترجعوا إلى الواقع مش للورق شوفوا الأرض بسحيتها قد إيه وارجعوا شرع ربنا معروف وقسموها ما بينكوا بشرع الله يا ست اسمعين اسمع الحكاية مهزورة هم الموضوع يعني أن أنا والدتي كتبت للأرض دي كلها كاملة باسمي يا فندم الوصية أكثر من السلس باطلة طالما كتبت لك الأرض كلها ده باطل أخباتك بيرجعوا عليك بالوصية ده باطل وحتى لو في شهادة شهود يا ست اسمعيني تفضل الأرض دي ما أقول لك احنا والدتي كتبتها عشان ما نعليش المشاكل يعني في الزراعة والدنيا وصار في الملكماء والكلام ديتي ولكن أنا ديتهم ورجة علي قلب ماشي يا فندم يعني أنت معترف بحق إخواتك أيوة يا ستة أنا مش محترف شي ما تلف طيب تمامي فندم والمشكلة فيهم دلوقتي ما توزعوا الأرض على الأرض الواقع المشكلة إن الورج اللي معهم هم أكثر من المساحة الموجودة هو أنت بيعت حجم الأرض لا طيب أخوتك عارفيني الكلام ده وعارفيني إن هي دي قطعة الأرض اللي موجودة وفي قطعة تانية إرجع يا فندم بمقياس الأرض تاني وإرجع للقانون وعيد تنفيذ الأرض ومقياسه على الأرض الواقع غير الورق وإثبت حالة بالكلام ده وإثبت لإخواتك الكلام ده قانونا شكرك كتير طيب لو هنرجع تاني وهنقول عايزة أتكلم في الجانب الإنساني أكتر ما بتكلم في جانب القانون وجانب الدين وجانب الدين بيفوق كل شيء لما نتكلم عن الدين ربنا ما سابش حاجة ما قالهاش في كتابه العظيم إحنا لما نرجع لكتاب ربنا مش هنحاول نسأل بعض أصلا مش هنجيب شيخ من بره يوزع التارك علينا مش هنسأل رجل قانون مش هنسأل أي حد خالص لو فتحنا كتاب الله كل حاجة مكتوبة ووضحة وصريحة وبينة زي الشمس لو إحنا فعلا عايزين نوزع وما نخسرش بعض بما يرضي الله هنرجع لكتاب ربنا وما نخسرش بعض أستاذة مهة أهلا وسهلا اتصال أستاذة مهة أهلا وسهلا بيك أهلا بيك حمد أهلا بيك لو سمحت عايزة أسأل بس عن حاجة بينه وبين والدي فضالي دلوقتي أنا كنت شارية حاجة كده بيت صغير تمام فوالدي كده بإسمه هو تمام فكل ما أنا كنت شغالة وكل منذر أجيزة أقول له عايزة أكتبه باسمه يقول لي لي موجود لإسمه أنا أخواتك عارفين بالحاجة دي اللي انت اشتريتيها؟ أه أخواتي عارفين معترفين بيها النية بتاعتك؟ معاش هما قالوا اللي احنا عارفين بالحاجة دي بس هو بإسمه هو وبحى وكل ما أقول له عليها طيب يقول لي الحاجة دي موجود خليني مؤسفة أرد عليك وأقول لك الحاجة دي جات بمزاجك هي كشرعا هي حقك حقك انت كشرع المفروض هو يدهالك تاني لأن انت جبت الحاجة دي من مالك الخاص وبتاعتك هي مش مراس مش بتاعته لش نكتبها بإسمه لكن هو بالفعل كتبها بإسمه هرجع أقول لك ان خلاص انت تنزلت عنها بحريتك الشخصية لأنك انت قصقتي وديت الحاجة في المكان فحلك الوحيد قانونا انت ملكيش حاجة مراسا انت عند ربنا ليكي طبعا لكن قانونا ملكيش لكن لو انت رجعت له تاني بالود وأعدت ما بينك وما بين خواتك ورديتي أبوك وقلت له ده حقي وحكتي حاول يتغذيها منه بالود لكن بالقانون للأسف ملكيش حاجة هي دلوقتي بقت في مراسه هو وبإسمه هو ويرس فيها الجميع مشكورك كتير نرجع تاني ونقول طيب القانون واتكلمنا فيه وموجود وواضح وصريح الدين وده أهم حاجة في حياتنا وواضح وصريح زي الشمس اللي عايز فينا يفكر ان هو ما يغضبش ربنا فأي حاجة في حياته يرجع لكتابه يرجع ليه الكرآن ويرجع لكتاب ربنا فأرجوكم أرجوكم حاولوا تحافظوا على حاجة اسمها صلة الرحم وصلة القرابة والمحبة وخيط الحب اللي موجود حتى لو الأم ماتت أو الأب مات معينا أستاذ محمد أهلا وسهلا يا أستاذ محمد أهلا وسهلا يا أستاذ محمد أهلا مرحبا لك أتفضل يا فن اسمعني من الموبايل بلاش تسمعني من التلفزيون طيب الخط فصل يرجع لنا تاني يا أستاذ محمد وأي حد عايز يعرف أي معلومة أو أي سؤال عنده حتى لو وقت البرنامج يعني المراس هلازم نعمل فيه أكتر من حلقة لأنه موضوع كبير جدا والحلقات اللي جاية إن شاء الله يبقى معنا رجال قانون ورجال دين عشان هيكونوا أكثر علما مني نتناقش بشكل أوسع وشكل أكبر بتفاصيل كل حاجة موجودة بالزبط أستاذة نادية أهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا يا فن أهلا بيك يا حزر أهلا بيك تفضل حضرتك أنا واجد متوافل من أربعة سنين رحمة الله علي متشكلة جدا حضرتك إخواتي من أول يوم وهم بيفاصلوا معي بيفاصلوا معك في إيه في حق أهلا بيك أبويا يعني حقك معروف أنتو كم أخ وكم أخت إحنا بنتين وولدين طب خلاص ما أنت بتاخدي نص يعني بتاخدي نص أخوكي هو بياخد قدك مرتين فالحق معروف مشتركة أبوكي معروفة؟ أيها معروفة حضرتك عنده عمرتين سبعة دوات وبلد في بيت في البلد برضو وعندنا ورشة وعربية يا فاندم تقدر وتسمن كل أملاكه سواء هتاخدوها عقرات أو هتاخدوها فلوس أو هتاخدوها شوة للذكر مثل حظ الأنسان مرتين يعني أنت بتاخدوا نص أخوكي أنا عارفة الكلام أنا عارفة الكلام دا كوي بس حضرتك هم مش عايزين يبيعوا أي حاجة ويقولوا إحنا مش هم نتطرف في ملكي لسه قايلين الكلام دا ولسه قايلين إحنا بنرادي البنات مفيش حاجة اسمها نرادي مفيش حاجة اسمها الكلام دا يا جماعة أرجوكم البنت بتاخد حقها لو مش معاك فلوس تبيع وتديها حقها اديها شوة في العمير اللي موجودة عندكم لازم يتاخدي بيها عقرات إنتي وخواتك لا حادتك مش راضي مش راضي هو وحتى بيقول لي إنتي ملكيش إرجعي يا فندم قانونا أعملي شكوى ورجعي قانونا بده حقك ومراسك وإنتي من الورثة ووالدك موصاش أو حرمك من المراس إنتي وإخواتك البنات فإرجعي قانونا وخدي حقك أشكرك كتير كل حاجة معروفة والبنات دايما دايما بتتظلم في الحتة دي البنات دايما بتتظلم في حتة إن هي ما تاخدش أرض أو ما تاخدش بيت أو مش هنأثر أو مش هندي حاجة أبونا الراجل غريب الراجل غريب ده اللي هو جوزهاله هو مش راجل غريب هو بقى منك وزوج أختك وأبو أولادها فهو ما بقاش غريب ما تتعاملوش مع الناس بالغرابة اتعاملوا مع بعض بالحب والاحترام اكسبوا الثقة من بعض وكسبوا المودة والاحترام ما بينكم ما بين بعض صلة الرحم والأخوة والعلاقة ما بين الأب والأم وإخواته علاقة دايمة لا تنقطع لا يقطعها مال ولا يقطعها أرض ولا أملاك بحبكم كتير واتوحشوني كتير الحلقة الجاية إن شاء الله استنوني يوم الأربعاء تمانية مساء من كل أسبوع على قناة الصحة وجمال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر